نكمل نقول حنائز لما رأى هيرودس أن المجوز صخروا به غضبة جدا وكلمة غضبة جدا دي مشكلة كبيرة أوية هناك أنواع من الغضب هناك غضب مقدس غير على بيط الله زي من المسيح غضبة على الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل فمسك صوت وطرد الباعة والصيارفة ومثلا غضب على بعض اليهود وبولس الرسول غضب لما رأى في أفينة مملوئة أصناما طبعا يعني الغضب أحيانا غضب من أجل الله وغير على بيط الله وغير على سيرة الله وكذا ده غضب مقدس مبارك ولوه حدود يعني لكن الغضب الغير سليم والغضب به هيرودس غضب غضبا شديدا هو الغضب الخاطئ والغضب الخاطئ ده بيكون نتيجة قساوة في القلب ويسبب غيز وحقد وانتقام وكرهية وأخطاء لللسان وشان كده معلمنا بولوس الرسول في رسالة أفاس يقول يرفع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب وصياح وتجديد مع كل خبس كونوا لطفاء بعدكم نحو بعض شفوقين متسامحين وفي رسالة أفاس برضو في نفس الحصاح أربعة اغضبه ولا تخطئه يعني الغضب المقدس لكن لا تخطئ بالكلام لكن الغضب الغير المقدس هو الغضب اللي ينتج عنه أخطاء أخرى بكل أعضاء الجسم وممكن تكون مؤزية للآخرين من ضمن الغضب أيضا الناس اللي غضبوا موسى النبي غضبة لما لقى بني إسرائيل بيعبدوا الأصنام وعمالين بيلحوا عليه وربنا قال له كلم الصخرة فهتخرج ماء فضرب الصخرة لذلك ربنا منعه أن يخش الأرض المقدسة وفي سفر أعمال بيتكلم على غضب رئيس الكهنة لما سجن الرسل وهكذا الغضب ده من الطبيعة الساقطة للإنسان وبش دايما يكون رد فعل للأخطاء الآخرين يعني ممكن إنسان يكون نقطة ضعف جواه زي مثلا إيه قيين لما غضب على أخوه هبيل وقاموا خطأه ماذا فعل هبيل عشان يغضب أخوه لا شيء دي طبيعة ساقطة موجودة في قيين غضب مجرد أفكار قتله بدون أي فعل أو رد فعل من أخوه فقاموا وقتله وأيضا عيسو لما غضب على يعقوب أخوه أيضا كان غضب لأنه أخذ البكورية والبركة لكن هو عيسو هو اللي ضحى بيهم وهو اللي تنازل عنهم ترجمة نانسي قنقر